موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري والبداية بالعناوين انتلاق موسم جني التمور بتوزر وسط توقعات بإنتاج يبلغ سبعين ألف تون رغم عدد من الإشكاليات وصادرات التمور تحقق عائدات مهمة لتكتسح الأسواق العالمية في أكثر من ثمانين دولة في إطار الاحتفاء بشهر أكتوبر الوردي تتواصل الأيام المفتوحة في عدد من ولايات الجمهورية منها جندوبة لتعزيز وعي المرأة بضرورة التقصي المبكر لسرطان الثادي بتنظيم تظاهرة القرية الوردية زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم في مدينة غرناطة لبحث التحديات الأكثر الحاحن التي تواجه التكتل في ظل التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين البداية بالشأن الدبلوماسي حيث ورد في بيان وزارتي أشؤون الخارجية الصادر مساء أمس أنه على إثر إقدام الجانب الأوروبي للمرة الثانية وفي مخالفة للأعراف الجاري بها العمل على نشر وثائق عمل رسمية تونسية تتعلق بصرف مبلغ 60 مليون أورو لفائدة تونس يهم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن توضح أن مبلغ 60 مليون أورو المذكور يتعلق ببرنامج مساندة جهود الحكومة التونسية للتخفيف من تداعيات كوفيد-19 وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بعنوان سنة 21 و2000 ولا يمط بصلة لمذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بقرطاج في 16 جوليا 23 و2000 وتتسم مختلف المراسلات الرسمية التي تم نشرها في الغرض من قبل المصاطر الأوروبية بعدم الوضوح والتناقض وهو ما قد يؤدي إلى مغالطة الرأي العام وجاء في البيان أن تونس تظل متمسكة بتعهدتها المنبثقة عن شراكتها الاستراتيجية مع الانتحاد الأوروبي وبروح الشراكة المثمرة والندية بين الطرفين في إطار الاحترام المتبادل الذي ميز توقيع مذكرة التفاهم المذكورة ووفق بيان وزارة الخارجية في مشغل انفلاحي وسط توقعات بأن يسجل الانتاج من التمور في ولاية توزر زيادة تقدر بـ 23% مقارنة بالموسم الفارت انطلق موسم جني التمور بالجهة مؤشرات إيجابية كما وكيفا لا تحجب إشكالات عديدة يواجهها قطاع التمور الذي يحتل مكانة مهمة في خارطة الصادرات التونسية من بينها صعوبة الترويج بتوقعات انتاج تقدر بـ 70 ألف طن بين دقلة النور وغيرها من أجود أنواع التمور أي بزيادة تقدر بـ 23% مقارنة بالموسم الفارت انطلق موسم جني التمور بوحاة ولاية توزر وإن كان الموسم يبدو واحدا من حيث الكم والكيف فإن بوادر نجاح هذا الموسم لم تخفي تخوف فلاحية الجريد من مصير الصابة خاصة أمام ضعف أقبال المصدرين على شراء المنتوج تمر سمحا أما ذا ما مشاكل يعني في الفلاح الصغير وحتى التاجر كبير الكاليتي ممتازة الفلاح صرف عصابة من داول عنكبوت الغبار وعم نور شفت برشة تمرضاع من الآفة هذه ثم الفلاح وقف للصابة نتاعه وثم جودة أما ثم مشكلة في التسويق ما ثمش تسويق سنين الفت إشكاليات ينقلها الفلاحون رغم عديد التحفيزات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاح لفائدة قطاع التمور الذي أضحى يحتل مكانة هامة ضمن الصادرات التونسية والتي بلغت مائة واربعة وعشرين ألف طن بقيمة عائدات تجاوزت سبعمائة وستين مليون دينار وهو ما جعل التمور التونسية تكتسح الأسواق العالمية في أكثر من ثمانين دولة يوفر المجمع الفلاحي دار البايبن في ذا فرصة لقرابة خمسين امرأة ينشطن في المجال الفلاحي وإعداد المنتجات الغذائية التقليدية من بينهن حاملات شهائد عليا وجدنا في المجمع موردا اقتصاديا ترها تعزق الأرض أحيانا أو تعطي طيورها ودواجينها على فن أو بسدد تقطير نباتات عطرية وطبية تارة أخرى تلك هي كريمة حرصالح رئيسة المجمع الفلاحي دار البايبن فيذا جمعنا هو الحب والطموح خلانا نفكروا لبعيد المجمع ذا يتأسس 2019 كان البداية تمتعه بمجموعة صغيرة اللي هي من 9 نساء وطوب بسم الله ما شاء الله 47 وإن شاء الله في تزايد المجموعة تنسى ذا مش كان المرأة الفلاحة زادة حتى المرأة اللي عندها شهايد متحصل على شهايد عليا زادة انضمت للمجمع هذاي أحلام كريمة كبيرة تقسمتها مع 47 فلاحة أخرى من أولاد عبدالله وعين مذاكر وشجرنية وقريميت والفرادة من معتمدية في ذا نسوة جمعهن المجمع والطموح والأمل في أن يصبحنا عنصرا من معادلة الاقتصاد التضامني والاجتماعي تعرفت على مادمة كريمة هي اللي شجعتني وزادت فهمتني فما حاجات ما كنتش نعرفهم وما كنتش نجم نختمهم هي أطرتني وكنت عاملة دواج المزرعة هذا كبروجي على روحه عظم عربي وفرارج وكليكا زد دخلت في تحويل المنتوج الفلفل نخدمه في الفلفل مرحي وإلا هريسة عربي دخلت في تحويل زادة المنتوج متاع الشربة الشعير نختم لبسيسة فلاحات حاملات لشهائد عليا اخترنا بعث مشاريعهن ضمن المجمع الفلاحي لتثمين منتجاتهن وترويجها المجمع الفلاحي فرصة جاءت لتمكين المرأة في الوسط الريف اقتصاديا وتأطيرها من أجل تسهيل نفاذها إلى التمويل ويذكر أن وزارة المرأة تتولى رعاية شؤون مائة وثمانين مجمعا نسائيا وطنيا يضم خمسة مائة وخمسين منخرطة في إطار الاحتفاء بشهر أكتوبر الوردي أعدت وزارة الصحة برنامجا توعويا انطلق اليوم بتنظيم تظاهرة القرية الوردية وهي يوم مفتوح لتقصي سرطان الثدي سيتم تعميمه على جميع ولايات الجمهورية ومنهجا دوبا حملات تحسيسية وعيادات للتقصي حول سرطان الثدي هي أبرز ما تضمنته القرية الوردية بالمستشفى الجيوي بجندوبا والتي التأمت تحت شعار عدي في جندوبا ودوي في جندوبا الهدف الرئيسي متاع الأيام هذه التحسيسية هو أنه انفيقوا بالمراض بكري وقد ما انفيقوا به بكري قد ما شفاء فوق الـ 95% لأنه تطورت طرق العلاج وتطورت الأساليب اللي نجمون عندي وبيهم نسا القرية الوردية كانت مناسبة للتعريف بالمركز الإقليمي للأمراض السرطانية والذي يمكن المرضى من مختلف الخدمات العلاجية بفضل توفر المعدات الضرورية والإطار الطبي وشبهة طبية المختصة المركز هذا يتكفل بجميع مراحل العلاج بسرطان مهما كان نوعه خاصة بسرطان الثدي تتوفر فيه كل الاختصاصات متجندين فيه طباء اختصاصيين وفيه جميع الوسائل المتطورة ويقدم المركز مختلف الخدمات للتكفل بمرضى السرطان سواء من خلال الجراحة أو من خلال العلاج الكيميائي الضروري إضافة إلى المداوات بالأشعة والمداوات الهرمونية ومع انطلاق شهر أكتوبر الوردي ينظم المركز الأقليمي للأمراض السرطانية بجندوبة عدة تظاهراته تهدف إلى التحسيس بطرق الوقاية من الأمراض السرطانية وبأهمية التفطن المبكر والتقصي الدوري في الوقاية والعلاج ضمن برنامج الفعاليات الموازية للصالون المتوسطية للبناء انعقدت سلسلة من التظاهرات العلمية والاقتصادية المتعلقة بمجال البناء والأشغال العامة من أبرزها المنتدى العلمي علوم ومدن والذي شهد مشاركة مكثفة للباحثين والمهندسين والمهندسين المعماريين والخبراء إلى جانب عدد من أعضاء الوفود المشاركة من عديد الدول الإفريقية علوم ومدن هو عنوان المنتدى العلمي الذي يؤثثه المهندسون في اختصاصاتهم المختلفة كشريك في البرنامج البحثي للصالون المتوسط للبناء للإجابة عن أسئلة وثيقة الصلة بالتنمية في أبعادها الأساسية بالأساس من الجموش اليوم نتكلم على البياء في معزل عن الطاقة ولا الطاقة في معزل عن الغداء هذه ثلاثة أجزاء مهمة جدا ومترابطة وبالتالي دورنا نحن كمجلس علوم الهنسة وهي الضم جميعين ومهندسين ذو خبرة طويلة جدا في القطاع الخاص والعمومي اليوم معنا دورنا أن نقوم بهذه الدراسات ثم نقدمها كمساهمة لمعزل جهود الدولة جامعة أسفاقص التي دخلت تصريف الشنغاية الدولي بفضل شركتها مع المحيط الاقتصادي تشارك في نسخة السابعة عشر من الصالون المتوسط للبناء بمائدة مستديرة لمشروع النقل التكنولوجي للابتكار اللوجيستي معنا شركاء دوليين عنا الأخوة المصرية لبنان إسبانيا وإيطاليا خاصة سردانيا جامعة بيروجيا مش تكون معنا موجودة بممثلها وسيتم اليوم الاشتغال على تطبيق من خلال كورسي ذكي في ميدان اللوجيستيك وهذا المشروع مشروع دولي من ضمن مشاريع كبيرة في جامعة أسفاقص اللي هي حاضرة بقوة في هذا المعرض أملنا كبير في المختبر هذي اللي مش ينعملوه إن شاء الله في اليس جي واللي بالتعاون بإذن الله مع وزارة النقل اللي درها العام لنقل بر إن شاء الله ندرجو اللوفيموت يونيزيان اللي هو موجود في الواقع لكنه ما زال أدراج البيرويت مع الأسف يلزمنا نفعلوه في أقرب وقت ممكن لتطوير مهارات السويق لتقليل من حوادث المرور ولتمكن من نقل بضايع بطريقة آمنة حيثما وليت وجهك في الصالون المتوسط للبناء يطلعك هذا الطموح لمزيد التشابك بين البحث العلمي ومنظومة الإنتاج بجناحيها العام والخاصة كإجابة وحيدة على كل أسئلة التنمية انطلق اليوم المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والثامن والعشر للمهنة تحت شعار الصحافة ليست جريمة والذي يتواصل على مدى يومين وستخصص الجلسة الصباحية من أشغال المؤتمر لاستقبال المؤتمرين من عموم الصحافيين وستتواجه أشغال المؤتمر غدا بانتخاب المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عربياً ودولياً شيعت سوريا اليوم جنازات عشرات الأشخاص الذين قتلوا في هجوم بطائرات مسيرة أمس على حفل تخرج طلاب في الكلية الحربية في حمص في واحدة من أكثر الضربات دموية ضد الجيش خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من 12 عاماً في هذا البلد وكانت طائرات مسيرة قصفت أمس في ناء الكلية الحربية حيث كانت العائلات مجتمعة مع الضبات الجدد وذلك بعد دقائق من مغادرة وزير الدفاع السوري هذا وأعلنت سوريا الحداد لمدة ثلاثة أيام على إثر الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها يناقش قادة الاتحاد الأوروبي اليوم في قمة تحتضنها مدينة غرناطا الإسبانية النص الرئيسي لإصلاح سياسة الهجرة في أوروبا والذي تم التوصل إليه خلال اجتماعهم الأربعاء الماضي في بروكسال شهدت الأشهر الأخيرة زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي وعلى الرغم من التقدم في المفاوضات من أجل التوصل إلى أصلاح بعيد المدى تظل الهجرة موضوعاً مثيراً للخلاف داخل دول التكتل اليوم تتاجه الأنظار إلى مدينة غرناطا الإسبانية حيث يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لبحث بعض التحديات الأكثر الحاحن التي تواجه التكتل وهي الهجرة والتوسع والجغرافيا السياسية ومن المتوقع أن تجري رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني محادثات مع المستشار الألماني لفتشالز على هامش الاجتماع وذلك بعد أن أعربت ميلوني عن دهشتها من المساعدة المالية الألمانية لمنظمات الإنقاذ البحري للمهاجرين في البحر المتوسط فهل سيتوصل زعماء الاتحاد إلى رؤية موحدة في مواجهة الهجرة غير النظامية؟ سيظل هذا السؤال مطروحاً خاصة بعد فشل المحاولة الأخيرة في جوليا الماضي بسبب وجهة النظر المتباينة وإن كان موضوع الهجرة سيحتل حيزاً هاماً في اجتماع زعماء الاتحاد إلا أنه من المقرر أيضاً أن يتم التركيز على الأولويات الاستراتيجية للتكتل في السنوات القادمة بما في ذلك القدرات الدفاعية أمن الطاقة أزمة المناخ والاستقلال الاقتصادي للتكتل ما تزال جبهات القتال الروسية الأوكرانية تشهد المزيد من التصعيد حيث أعلنت موسكو في وقت سابق اليوم عن توجيه قواتها ضربات بالطيران والمدفعية لمواقع الجيش الأوكراني شرق البلد محاولة تحقيق المزيد من المكاسب على الأرض فيما تستمر كياف في هجومها المضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها منذ بدء الحرب بين الجانبين القصف من الجانبين الروسي والأوكراني لا يتوقف في حرب لم تظهر بعد أي إشارة إلى المنتصر فيها اليوم تجددت الهجمة الروسية بواسطة الطائرات المسيرة وقد استهدفت البنية التحتية لميناء مدينة أوديسا الأوكرانية ما أدى إلى إطلاف صومعة حبوب كما أعلن الجيش الأوكراني أنه تم اعتراض خمس وعشرين طائر مسيرة من أصل ثلاث وثلاثين أطلقها الروس الليلة الماضية باتجاه أراضيه وعلى الجبهة المقابلة ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خمس طائرات أوكرانية في منطقة بلغرود جنوبا في الغضون تتواصل التنديدات الدولية إزاء الهجوم الروسي الذي استهدف قرية غروزا شرق أوكرانيا مخلفا ما لا يقل عن واحد وخمسين قتيلا لقوا حتفهم أثناء مراسيم عزاء بالقرية فقد ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش بالهجوم الروسي موضحا أن الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية يحضرها القانون الإنساني الدولي داعيا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات البيت الأبيض ندد بدوره بالهجوم الذي وصفه بالمروع مشددا على ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي على مساعدات إضافية إلى كياذ بعد تعليقه تمويل المساعدات إلى أوكرانيا في ظل هذه الظرفية مثلت مسألة مواصلة دعم كياذ الموضوع الأبرز على قيمة المجموعة السياسية الأوروبية بغرناتا بإسبانيا والتي يشارك فيها تقريبا قادة كافة دول القارة الأوروبية معدى روسيا وكان من ضروري لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل البعث برسالة واضحة وصريحة خلال هذه القمة بأن أوروبا لا يمكنها تعويض دعم واشنطن لكياذ وضعية حارجة ومعقدة للغرب ولأوكرانيا التي تزايدت مخاوفها من احتمال وقف الحرب سيما مع قرار سلوفاكيا تجميد مساعداتها وقد حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي من تداعيات وقف الدعم أو الذهاب إلى خيار تجميد الصراع غير أن تلك التطورات تمثل وضعية مريحة ومطمئنة لروسيا إلى حد أن الرئيس فلوديمير بوتين اعتبر أن أوكرانيا ستعيش أسبوعا فقط إذا توقفت الدول الغربية عن تزويدها بالأسلحة أعلن مسؤولون حكوميون في الهند مقتل ما لا يقل عن أربعين شخص على الأقل وفقدان العشرات جراء فيضان بحيرة جليدية هذا الأسبوع في جبال الهمالية من جهتها قالت الهيئة المحلية لإدارة الكوارث إنه تم إنقاذ أكثر من ألفي شخص في هذه الفيضانات مضيفة أن سلطات الولاية المنكوبة وفرت مخيمات لأكثر من 22 ألف شخص تضرر من هذه الكارثة وما تزال جهود رجال الإنقاذ متواصلة للبحث عن المفقودين من بينهم عشرات الجنود قررت لجنة نابل النرويجية منح الناشطة الإيرانية السجين المدافع عن حقوق المرأة نرجس محمدي جائزة نابل للسلام لهذا العام وقالت اللجنة إنها اختارت الناشطة الإيرانية تكريما لنضالها ضد قمع النساء في إيران ومحاربتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع ومحمدي من أبرز ناشطات حقوق الإنسان الإيرانيات عرفت بدفاعها الشرس عن حقوق النساء وهي تدعو أيضا إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتقضي الآن أحكاما بـ 12 عاما في السجن بطهران وهي واحدة من الفترات العديدة التي احتجزت فيها خلف القضبان وتشمل الاتهامات الموجهة إليها نشر دعاية ضد الدولة في أخبار رياضة قاد إيدنسون كفاني وزميله الحارس روميريو فريقهما بوكا جينيورز الأرجنتيني إلى نهائي كاسي الليبل على أرضية ملعب ماركان التاريخي في ريو دي جينيرو وإلى بطولة بيكين الصينية المفتوحة للتنس حيث باتت البولونية إيفا شفونتاك المصنفة ثانية عالميا أولى المتأهلات إلى نصف النهائي وذلك بعدما قلبت تأخرها أمام الفرنسية كارولين جارسيا إلى انتصار بمجموعتين لمجموعة واحدة تفاصيلها ستة سبعة وسبعة ستة وستة واحد في مواجهة دامت ساعتين ونصف الساعة وتواجه شفونتاك في الدور المقبل الأمريكية الصاعدة كوكوغاف المتأهلة على حساب اليونانية سكاري بمجموعتين دون رد نختم بخبر ثقافي يأخذنا إلى مدينة أسليمانية بالعراق حيث احتضنت مدارج المسرح للطراز الروماني مهرجانا غنائيا للموسيقى الكردية بمشاركة فنانين من عدة دول عربية المسرح الذي غصت مدارجه بالجماهير تم تشييده في سبع عشرة وألفين وبات وجهة سياحية محببة على مسرح مستوحى تصميمه من أعجوبة البناء التي يعود تاريخ تشييدها إلى قرون ألا وهي الكولوسيوم بروما أقيم مهرجان سليمانية الدولية الأول لألحان الشعوب وهو أول مهرجان ثقافي في المدينة يقام على هذا المسرح في التراز الرومانية المسرح الروماني موجود في روما في عدة مدن في أردن موجود في قرطاج وفي بابل وهي مناسبة هذه المسارح مناسبة جدا لهذه النوع من المهرجانات الفنية حيث مساحة المسرح ومساحة الجلوس أتصور يمكن يتسع لأكثر من خمسة آلاف شخص ويعود تاريخ تشييد المسرح إلى العام سبعة عشر وألفين أي بعد حوالي ألف عام من تشييد المعلم السياحي الشهير عالميا والذي يقع في العاصمة الإيطالية وعلى مدى أربعة أيام صدحت صوت الفنانين والموسيقيين والفراق الكردية الذين قدموا من مناطق في العراق وإيران وسوريا في أرجاء المسرح الذي بات وجهة سياحية تجذب الزوار لمدينة السليمانية التي لا طال معتبرت عاصمة ثقافية بإقليم كردستان واشتهرت بتقديرها للفن وهي تمثل موطنا لعديد المهرجانات والمعارض على مدار العام ختم النشر هذا تذكير بعناوينها انطلاق موسم جني التمور بتوزل وسط توقعات بإنتاج يبلغ سبعين ألف طن رغم عدد من الإشكاليات وصادرات التمور تحقق عائدات مهمة لتكتسح الأسواق العالمية في أكثر من ثمانين دولة في إطار الاحتفاء بشهر أكتوبر الوردي تتواصل الأيام المفتوحة في عدد من ولايات الجمهورية منهجا دوبا لتعزيز وعي المرأة بضرورة التقصي المبكر لسرطان الثادي بتنظيم تظاهرة القرية الوردية زعماء الاتحاد الأوروبي يجتمعون اليوم في مدينة غرناطا لبحث التحديات الأكثر الحاحن التي تواجه التكتل في ظل التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين ويمكنكم مشاهدين متابعة نشاراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة